يعتبر مرض التهاب الكبد الوبائي من الأمراض المعادية والذي ينشأ بسبب إصابة خلايا الكبد بأحد الفيروسات وقد تنجم عنه أضرار صحية مزمنة أو مؤقتة التهاب الكبد ينقسم إلى 6 أنواع وهي A, P, C, D, E, G الذي قد يؤدي للوفاء أو فشل كبدي أو غيبوبة ويعد الفيروس المسبب لهذا المرض من أكثر أنواع الفيروسات خطورة حيث يغزو خلايا الكبد وينتقل هذا الفيروس إما عن طريق الماء أو العطيمة الملوثة أو الدم بحسب نوع الفيروس وتختلف عراض التهاب الكبد فمنها ما يتسبب في الحمى وفقدان الشهية بالإضافة للغثيان والقيء وألم في القسم الأيمن العلوي من البطن أما بالنسبة للعلاج فقد تمكنت الدراسات الحديثة في الفترة الأخيرة من إيجاد علاج فعال للوباء الكبدي C والذي يعد الأكثر خطورة بين أنواع هذا الوباء الأكثر شيوعا كما توجد العديد من الوصفات الطبية البديل ومن أشهرها التداوي بالعسل يبدأ التهاب الكبد الوبائي بعد أن تغزو الفيروسات خلايا الكبد فتصيبها بالتليف ومن ثم تنتقل لمرحلة أخطر وهي تشمع الكبد لإمكانية إصابة المريض بسرطان الكبد وأورام الكبد بشكل عام حيث يعتبر التهاب الكبد ثاني الأسباب الرئيسية لسرطان الكبد ويكون مصحوبا بعدة أعراض وهي تشمل الحمى ارتفاع درجة حرارة الجسم الضعف وقدان الشهية الغثيان والقاء الألم في القسم الأيمن العلوي من البطن